تفاصيل توقيف الفنان المغربية دنيا باطماء في مدينة دار البيضاء إليكم التفاصيل أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الشرطة القضائية أوقفت المغنية دنيا باطماء بمنزل صديقة لها وسط الدار البيضاء بعدما تعدى العطور عليها في منزلها بمراكش أو ضواحي العاصمة الاقتصادية فوفق المصادر ذاتها فقط جارت تنصيق بين الشرطة القضائية بمراكش ونظرتها بالدار البيضاء من أجل توقيف المعنية بالأمر حيث تم التأكد من عدم وجودها بمدينة الحمراء كشفت مصادر مطلعة أن المغنية غادرت بيتها في ضواحي دار البيضاء فورا علمها بكون الشرطة تبحث عنها واستقرت بمنزل إحدى صديقتها حيث قضت الليلة هناك قبل أن تقرر فتح الباب في اليوم الموالي لعناصر الشرطة وتسلم نفسها وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشرطة أوقفت أيضا زوج صديقة دنيا باطمة على اعتبار أنه مالك البيت واستمعت إليه قبل أن يغادر مقر الأمن وجر نقل الفنانة دنيا باطمة مباشرة إلى مدينة مراكش حيث تم إداعها في السجن لودايا لقضى أول ليلة بالسجن على دمة العقوبة الحبسية الصادرة في حقها وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة بالابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا باطمة إلى سنة حبساً نافذة وغرما قدرها عشرة ألف درهان ترجمة نانسي قنقر